تعالوا نشوف ترتيب مجموعة النادي الاهلي المجموعة الثانية حتى هذه اللحظة عشان نفهم الوضع يبقى فيها عامل ازاي دلوقتي رقميا يعني يلا بنا سان داونز فيها الصدارة ب11 نقطة وضمن السعود وضمن السعود الحاجة الوحيدة اللي ما تخليهش اول الحاجة الوحيدة اللي ما تخليش سان داونز يتصدر هذه المجموعة ان نقدر الله الهلال يكسب الاهلي في القاهرة وده بش يحصل بإذن الله مستحيل يعني مش هقول مستحيل فيش حالة في القاهرة مستحيل بس كلنا ثقة في النادي الاهلي فغالبا سان داونز دا ما انصدارت هذه المجموعة طيب النادي الاهلي يكسب المباراة القادمة اللي هو عنده سبع نقاط كدنا كبيرون كده خلاص طلقوا برا حسابات سفر حصلت هذه المجموعة الاهلي يكسب هيبع عشرة زي الهلال هنا تدخل ايه بقى المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة المواجهة المباشرة ايه الهلات كانت كسب الاهلي واحد صفر في السودان واحد صفر في السودان الاهلي يكسب واحد صفر هو كمان يسعد بفارق الاهداف يسعد بفارق خلاص خلصت المواجهات المباشرة هنبقى زي بعض هنبقى زي بعض في المواجهات المباشرة لما الاهلي يكسب واحد صفر تمام فهنبص على فارق الاهداف هتبقى مصلحة النادي الاهلي خلاص دي على جمع هتكسب بقى ليه ما بنقول ماينفعش الاهلي يكسب اتنين واحد او تلاتة اتنين مثلا عشان هنا المواجهات المباشرة مش تتبهر مصلحة النادي الاهلي هنا يحتسب هدف الهلال او هدف الهلال في الكاهرة بهدفين وبالتالي تفوق فانت واحد سفر الواحد سفر احنا تسعونه في المواجهات المباشرة خش على فريق الاهداف بقيت اكتر من كده لازم الاهلي يكسب فريق هدفين سهل سهل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ان شاء الله